قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار أردنا الفوز على اليابان ولم نفكر في إتجنب أحد وصلنا لتمول النهائي وعلينا الآن الاستعداد لما هو قادم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار الرقراجي أشكر القجاع على تقته لقد خاطر بالانفصال عن مداربين قبل شهرين من المونديال للتعاقد مع مداربين وطني رأه البعض يفتقد للخبرة وجه الناخب الوطني وليد رقراجي شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع على تقته في مؤهلاتها قبل شهرين من بداية كأس العالم قطر 2022 وقال رقراجي في الندوة الصعفية التي سلت المواجهة عشت مونديال 1986 و 1998 دائما نعيش على الحسابات في الجولة الثالثة على سبيل المثال إذا انهزمنا بتلاتية وانتصر الآخر بربعية فماذا سيقع وتابع أشكر رئيس الجامعة فقد انفصل عن مداربين قبل شهرين من المونديال ووضع الثقة في مدارب وطني لا يحضى بثقة الجامعة إلا بعد من يعرفونني حين كنت مع الوذد ووصل الثقة لم أحضبها من الجماهر عامة وبعض الصحفيين بسبب قيلة الخبرة من الجيد أن أتبت لهم أن الخبرة لا تعني شيئا في الكرة إنها فقط حاجز نضعها واختتم نتوفر على مهندسين أطباء صحفيين رياضيين جيدين هذا أمر جيد للوطن ومن الرائع أن نتبت أن المنتوج الوطني قادر على فعل شيء ما وشكرا لرئيس الجامعة لأنه أخذ المخطرة عجل وحيد خلال الزيتش يخرج بتصريح مفاجئ بعد تأهول التاريخ للمنتخب المغربي رشح المدارب السابق للمنتخب المغربي وحيد خلال الزيتش إقصاء وصود الأطلس في الدورة الثانية من مونديا القطر أمام إسبانيا التي قال إنها ستصل إلى النهائي والتحش خلال الزيتش الحديث عن تأهول المغرب والمستوى الذي قدمت عناصر المنتخب الوطني في مباراة كأس العالم وذلك في حوار صعفي لها واكتفى بالقول لا أريد الحديث عن المغرب وبخصوص المرشح الأبرز للتتوجب كأس العالم رشح الناخب المغربي السابق منتخب البرازيل وإسبانيا معتبرا أن المنتخبين قدموا مستوية جيدة ويستطيعان الوصول لنهائي كأس العالم إذا حافظ عليها وأضف وحيد خلال الزيتش أنه تلقى عددا من العرود من نوادي ومنتخبات وشدد إلا أنني أفضل حاليا التركيز على عائلتي والسغلال هذا الوقت لأخذ قسط من الراحة قبل بدء مرحلة جديدة وقبل أسبوعين تقريبا كان خلال الزيتش قد أكد في تصريحات نقلة وسائل إعلام بوسنية أنه لن يقول أي شيء ضد المغرب مبرزا أنه يرغب في نسيان التجربة في أقرب وقت ممكن معتبرا أن ناجح المنتخب المغربي في المونديال مرتبط بضرورة ترسيخ الانضباط في العمل والسلوك داخل المجموعة وتابع الناخب الوطن السابق وقتها كما أن الجانب التكتيكي مهم للغاية في نهائية كأس العالم لأن كل مباراة في هذه المسابقة هي عبارة عن حرب تكتيكية بين المنتخبات وبخصوص مغادرة عارن الأسود قال كل ما حدث لي يظل صعب التقبل ليس من السهل التعايش معه كإنسان لكنه الواقع الآن ليس لدي أي خيار آخر سيوى التجاوز ما وقع يشار إلى أن خلال الزيتش كان قد أشرف على تدريب المنتخب المغربي منذ غوشت 2019 قبل أن يتم الانفصال عنها قبل حوالي ثلاث أشهر بناء على فسخ عقد بالتراضي بينه وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومن المرتقب أن يواجه المنتخب المغربي نظره الإسباني تاني المجموعة الخامسة يوم الثلاثة المقبل انطلق من السعر عصرا بالتوقيت المغربية في مباراة هي الثانية بينهما في كأس العالم بعدما تواجه في نسخة روسيا 2018 في دور المجموعات وقالت نتيجتها إلى التعادل بهدفين لمثلهما هكذا تفعلت الصحافة الجزائرية مع تأهول المنتخب المغربي مباشرة بعد إطلاق الحكم البرازيلي صافرتها معلن نهاية مباراة المنتخب الوطن المغربي ضد نظره الكناضية وتأهل الأصد للدور الثاني لثاني مرة بعد منذيار المكسيك 1986 تفعلت الصحافة الجزائرية مع هذا الحدث الكروي البارز واعتبرت صحيفة الخبر أن ممثل القارات الثمراء عرف كيف يسير مجريات الفترة الثانية رغم السيطرة المنافسة مبينة أن فرحة عارمة عرفها الجمهور المغربي الغفير بالملعب بعد نهاية المباراة ليكون أصد الأطلس المنتخب العربي الوحيد الذي سيواصل المنافسة في تمنى نهائية بعد إقصاء كل من قطر تونس والسعودية فيما ينضم إلى السنغال كثاني منتخب إفريقي في الدور الثاني في انتظار نتائج غانا والكاميرون اليوم الجمعة تضيف الصحيفة دائما في خبرها وفي خبر مقتضب عنوان موقع النهار أونلاين أن بلجيك توديع المونديال وكرواتيا ترافق المغرب لتمنى نهائية مضيفة أن منتخب بلجيك ودع المونديال يوم الخميس وذلك بعد التعادل السلبي أمام كرواتيا في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة السادسة الذي جار بملعب أحمد بن علي حيث احتل منتخب بلجيك المركز الثالث في المجموعة بأربع نقاط بينما احتلت كرواتيا المركز الثاني بخمس نقاط ومختسمة خبرها بكون المنتخب المغربي تصدر مجموعته بفوزه أمام كندا بهدفين لواحد في المباراة الثانية من المجموعة التي جارت بملعب التمامة في المقابلة تجاهلت الشرق التي تعد من أبرز الصحف الجزائرية تجاهلت إنجاز الأصود في مونديال قطر فيفا 2022 مكتفية بنقل أخبار رياضية متفرقة محلية ودولية وهو ما حدث حدوه صحيفة الجزائر اليوم يذكر أن المنتخب الوطن المغربي حقق إنجازا تاريخيا بوصوله لدور التمامة النهائية بعد تغلبه على خصمه الكندي بهدفين لهدف واحد ضمن مجموعة كان المتابعون يرشحون فيها تأهل كلام بلجيكا وكرواتيا صاحب التصنيف الثاني عالميا ووصف نسخة روسي 2018 باوتوريس لاعب إسبانيا أردنا الفوز على اليابان ولم نفكر في تجنب أحد وصلنا لتمنى النهائي وعلينا الآن الاستعداد لما هو قادم أكد باوتوريس لاعب المنتخب الإسباني أن رفاقه أراد الفوز على اليابان ولم يدور في خلدهم تحقيق نتيجة معينة من أجل تفادي أي المنتخبات في التمنى النهائية واحتل المنتخب الإسباني وصفت المجموعة الخامسة برسد أربع نقاط عقب هزمته أمام اليابان بهدفين لوحيد هذا الأخير صعدك متصدرين بعد وصول عدادها للنقطة السادسة وقال طوريس في تصريحات إعلامية تلت مواجهة اليابان أردنا أن نفوز وأن نستمر في إظهار تلك المشاعر القوية لم نلعب كما ينبغي في الشوط الثاني وفي النهاية لا تعرف أبدا ما هو الأفضل وتبع الفريق أراد الفوز ولم نكن نفكر في تفادي أحد يجب أن نعمل لأننا وصلنا إلى تمنى نهائية يجب أن نستعد لما هو قادم ويواجه المنتخب المغربي في تمنى نهائي مونديا القطر 2022 نظره الإسباني يوم الثلاث القادم انطلق من الساعة الرابعة عصرا